العامل الأمريكي اللي جابوا للحكم على شأن ينفذ خطة أمريكا والسهيونية العالمية في ضرب الإسلام وتسليم الأقصى للصهاينة وأفتكر كده كفاية يعني معلومة مهمة لازم كلنا نعرفها ونفهمها متعلقة بحالة إعلامية لها علاقة بولي العهد في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان لأن بعض الناس عايزين الأمير محمد بن سلمان يكون مختلف عن محمد بن سلمان الحي فيترى مين بعض الناس دولي وإيه هي الصورة اللي عايزينه يظهر بيها وإيه علاقة ده كله بالزيارة المفترضة والمنتظرة لبايدن للسعودية ما ديجوا نفهم ده بس بشيء من التأمل والتحليل السلام عليكم كل إعلام في العالم بيكون هدفه تصوير الأمور أو تصوير الشخصيات بطريقة تقدم أجندة أصحاب الإعلام ده دي معروفة عالمياً وفي اللحظة اللي أعلم فيها ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان عن رؤيته ومخططاته ومشاريعه للمملكة اللي كان من الواضح جداً إنها مش بتتناسب مع مصالح بعض القوى الإقليمية وبعض القوى الدولية اللحظة دي كانت بداية انطلاق حملة إعلامية ممولة وممنهجة عربياً ودولياً كمان لتشويه سلطه بالبلد كده شيطانته ودي حاجة واضحة جداً للكل وأنا مش جاي أتكلم في تفاصيلها لأن كلنا عشناها وشفناها اللي عايز أتكلم فيه هو إن اللي تبنوا واللي مولوا واللي نشروا الحملة الإعلامية دي ضحوا بفلوسهم وضحوا بوقتهم وعشرت القنوات والمواقع ومرتزقة الإعلام علشان يطلعوا محمد بن سلمان في صورة ايه؟ في صورة عميل أمريكا أيوة في صورة عميل أمريكا وإنه جاي بمباركة أمريكية علشان ينفذ أجندات أمريكا والصهيونية لتدمير الإسلام والمسلمين وطبعاً جاي أكيد علشان يتم من بيع فلسطين وإلى آخره بقى من المصطلحات اللي بتاكل مع الناس البسيطة اللي فكرها علاقته بس الإعلام ده وممولينه ومرتزقته وبغرم من مجهودهم الجبار والخرافي لتصوير ولي العهد السعودي بالشكل ده وبغرم من إنهم نجحوا في التأثير على بعض الشرائح العربية محدودة الفكر وأقنعهم بكلامهم ده إلا إن حالة التحدي اللي قدها الأمير محمد بن سلمان مع الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة ضربت الإعلام ده ومموليه ومرتزقته في مقتل وعملت له صدمة مش حيفوق منها بسهولة لأن الشرائح العربية اللي تأثرت بالإعلام ده اتصدمت وهي بتتابع تعامل المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا في ملف النفط وإزاي تعاملها ده أدى الأزمة طاحنة في أمريكا في أسعار الوقود بالإضافة الخسائر لشركات نفطية وارتفاع معدلات التضخم لمستوى عالي جدا غير كده نفس الشرائح اللي بتصدق إعلام موزة شايف التعامل المملكة مع الولايات المتحدة بخصوص الحرب الروسية في أوكرانيا وإزاي خاضت معركة دبلوماسية مع الأمريكان ولعبتهم بكابوسهم المرعب الصينيين وروس ورفضت تدخل في التحالف المعادي لروسي بمبدأ الحفاظ على كل التحالفات علشان ما نخسارش أبدا لعبة التوازنات لذلك الشريحة دي من الشارع العربي اللي اقتنعت أن الأمير محمد بن سلمان هو عميل أمريكي صهيوني رجعي وده بحسب اللي أقنعهم به إعلام موزة والإخوان ومعاهم إعلام إيران على تركيا النطئين باللغة العربية الشريحة دي بدأت تفهم أنه كان بينضحك عليها وتلعب بمشاعرها الوطنية والدينية وتم تشويش أفكارها كمان فبدأت تشوف الإعلام ده بشكل مختلف لأنها شافت بعنيها عكس اللي تم تصويره ليها عن شخصية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصلها شافت أن السياسة السعودية بتتعامل بين الدية وقوة مع الولايات المتحدة الأمريكية على عكس كلام إعلام موزة أن السعودية تبع وخضع الأمريكي ولا أكتر من كده أن بايدن اللي كان بيتوعد وبيرعد وبيزبد وبيهدد السعودية رضخ للسعودية وبيحاول يرتب زيارة للغياط علشان يكسب ودها لأن السعودية قدرت أن هي تضر شعبية بايدن وحزب بايدن واقتصاد أمريكا بالكامل في الفترة الأخيرة وبمناسبة الزيارة المرتقبة الزيارة المؤجلة حاليا إعلام موزة لسه بيحاول بشتى الطرق تصوير الزيارة دي بطريقة تظهر السعودية في موقف مغير للحقيقة وسجلوا عني وأنا بقولها لكم من دلوقتي إعلام موزة والإخوان وتركيا وإيران بكل أدرعهم وعيالهم اللي مسرحينهم على السوشيال ميديا هيشتغلوا شغل مكثف شبيه بشغلهم كده وحملتهم الإعلامية أيام زيارة ترامب للمملكة العربية السعودية هيصوروا المشهد على أن السعودية هي اللي طلبت الزيارة واستنجدت بايدن وقدمت له الأموال والتنازلات وا 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 وهيرجعوا اشتغلوا بنغمة إيه الحلب والجزية والكلام الفاضي بتاعهم اللي لا بيودي ولا بيجيب إلا مع الناس اللي فكرهم محدود وهيقول لك السعودية صلحت بايدن وديت له كام مليار وكم صفقة كده علشان يرضى عنها افتكروا الكلام ده كويس لأنه أقرب قوي وعلى كل حال الموضوع ده حنفرت له حلقة مخصصة إن شاء الله لأنه مهم جدا وعلى كل حال وكخلاصة للكلام يا سادة يا كرام إعلام قطر وإيران وتركيا والإخوان في حالة صدمة وبيحاولوا يخرجوا من الورطة اللي هم فيها قدام جمهورهم الناس اللي كانت بتاثرق فيهم لأنهم فضلوا سنين يشيطانوا في الأمير محمد بن سلمان ويصوروا على إنه عميل أمريكاني بينما الأحداث على أرض الواقع أثبتت عكس كلامهم ده تماما وبالكامل وحاليا بيتم تجهيز لحملة إعلامية بالتزامن مع زيارة بايدن المرتقبة للمملكة العربية السعودية يحاولوا من خلالها التشويش على الانتصار السعودي اللي اتحقق على إيد الأمير محمد بن سلمان ضد الإدارة الأمريكية بقيادة بايدن عايزين يصوروا لك الحكاية على إن السعودية هي اللي طلبت الزيارة مش العكس آيوا بالزبط زي ما قالوا لك كده على زيارة أردغان إنها كانت بطلب سعودي هيحاولوا بقية بطولك ويعيدوا ويكرروا الصورة المشوهة اللي رسموها بأدواتهم الإعلامية للأمير محمد بن سلمان وفتكروا الكلام ده كويس قوي لإنه أغرب جدا جدا وشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة